hi guys how are you today in this video we will learn about propositions in english language رح نتعرف على حروف الجر في لغتنا الإنجليزية رح نتعرف على ثلاث حروف حرف ال in وال on والأندر in معناها في أو داخل on على وأندر تحت in داخل on على أندر تحت طيب هلا بهذا الفيديو رح أعرفكم على بعض الصور ومنها رح تعرفوا هذه الحروف ويلا مع بعض نبلش ب in in تتكون من i in i in ball is in the box ball is in the box الكرة داخل الصندوق نعم rabbit is in a hat rabbit is in a hat الأرنب في القبعة man is in a taxi man is in a taxi الرجل في التاكسي cat is in the box cat is in the box cat is in the box القطة في الصندوق على الطاولة نعم puck is on the table again with me puck is on the table on الكتاب على الطاولة apple is on the puck apple is on the puck الطفاحة على الكتاب dog is on the sofa dog is on the sofa الكلب على الكنبة boy is on the bed boy is on the bed الولد على السرير انظروا للصورة ورح نروح ل under تحت under تحت under under نروح للصورة الأولى ball under the table الكرة تحت الطاولة انظروا للصورة cat under the chair cat is under the chair القطة تحت الكرسي rabbit is under the box rabbit is under the box الارنب تحت الصندوق and boy is under the tree boy is under the tree الولد تحت الشجرة and poke under the table الكتاب انظروا للصورة أين الكتاب تحت الطاولة poke under the table and dog انظروا للكلب هو تحت الطاولة dog under تحت the table وهلأ يا حلوين بعد معرفنا in و on و under نروح مع بعض و نكرر الفيديو أكدر من مرة عشان اتعلمهم كتير تعلمنا in داخل on على under تحت معكم بتيتشر إيمان من روضتكم الحلوة روضة البرو التقوى thank you اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة